قوانين عنصرية جديدة صادق عليها كنيسة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال والوجود الفلسطيني في الداخل المحتل بشط الطرق هذه القوانين لم تكن لتمر لولا تصويت القائمة العربية الموحدة صادق الكنيسة بالقراءة الأولى على ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والوجود العربي في الداخل الفلسطيني المحتل وذلك من خلال إرسال قوات إضافية إلى مصلحة السجون للقيام بجرائم القمع والتنكيل بالأسرة إلى جانب قانون يتيح لقوات الاحتلال اقتحام المنازل دون إذن قضائي عدا عن قانون يتيح توسيع صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال في مدن الداخل المحتل لقمع المظاهرات التي تتعلق بالفلسطينيين هذه قفزة في الهواء من أجل التغطية على الفشل عندما استطاع ست أسرة فلسطينيين أن يتحرروا في جلبوا هذا انتهاك للقانون الدولي الإنساني نحن نخشى الآن على الأسرة الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي لأن تكون الانتهاكات هذه المرة مشرعنة كما شرعنت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التعذيب وبالتالي سيكون هناك تعذيما ممنهجا مشرعنا لا يكون هناك محاكم ولن يكون هناك قضايا ولن يكون هناك قضاء عندما يتعرض الأسرة لصنوف التعذيب والانتهاكات هذه القوانين العنصرية والتي تبلورت بعد هبة الكرامة في أيار الماضي نصرة لمدينة القدس المحتلة وقطاع غزة وبعد الهروب الأسطوري للأسرة الستة من سجن جلبوع أيلول الماضي ما كانت ستمر لو لا تصويت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس عليها حيث تمت المصادقة على القوانين الثلاثة بأغلبية ستين صوت مقابل تسعة وخمسين ما دفع العديد للتساؤل كيف يمكن لفلسطيني أن يصوت على قمع أبناء شعبه الحقيقة هذه ليست مرة الأولى التي تصوت فيها هذه القائمة لصالح يعني الاتجاهات اليمينية العنصرية هذه ربما يمكن المرة الخامسة أو السادسة قبل ذلك صوتوا ضد قرار لم الشمل صوتوا مع تهويد القدس وبالتالي بات واضحا أن هذه القائمة تقايد الحقوق الوطنية للفلسطينيين في الداخل مقابل بعض المنافع والمكاسب الحزبية وهذا أمر خطير جدا أن تقايد الحقوق الوطنية لشعبنا ببعض المزايا المادية الزائلة وقد وصلت القائمة العربية الموحدة بقراراتها ضد الفلسطينيين والداعمة للاستيطاني والمستوطنين إلى حد يرى فيه المحللين إلى أنه لم يعد هناك فرق بين مواقف القائمة العربية الموحدة وبين بقية المركبات الصهيونية في حكومة نفتالي بنث من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا